بين صرعات الاستحواذ في مؤسسات الشرعية وتقاسم الوظيفة العامة لماذا تغيب دبلوماسية القمة في اللحظات الحرجة من عمر اليمن؟ وكيف يدير هادي والمحيطون به سياسة هذه البلد؟ أهلا بكم من الخارجية والبعاثات الدبلوماسية وما تضمنته هذه المرحلة من صراعات الاستحواذ إلى إخفاق التمثيل الدبلوماسي وصولا إلى الرئيس هادي ومن حوله ماذا تعني لهم الخارجية؟ الاستقالات والإقالات المتكررة في منصب وزير الخارجية سياسة هادي وسلطة والرجال المحيطون به وكيف تمت إدارة أهم الملفات كملف الحرب والتعامل مع الانقلاب والحلفاء وعن علاقة اليمن بالسعودية والتحالف خلاف الشركاء وصراع الدولة اليمنية مشاهدين حقول شائكة وأسئلة سنبحث عن إجابات لها مع ضيفنا السفير مصطفى النعمان في هذه الحلقة الخاصة تتابعنا في هذه اللحظة العصيبة التي تمر بها الدولة والمجتمع اليمني كان الجميع ينتظر أن تقوم مؤسسات السلطة الشرعية بأدوار أكبر من أدوارها الافتراضية إلا أن ما حدث كان العكس من ذلك تماما في وقت تعمل فيه أطراف إقليمية ودولية على تفتيت اليمن وسيطرة على قرار مؤسساته الشرعية كان يفترض أن يكون لدى السلطة الشرعية جهاز دبلوماسي على مستوى عال من الحس الوطني والاحترافية المهنية بما يمكن من إحداث التأثير وتغيير توجهات المجتمع الدولي والرأي العام العالمي إلا أن ذلك لم يحدث مؤسسة الرئاسة ممثلة بالرئيس هادي فشلت في أن تجعل من الدبلوماسية أداة فاعلة في معركتها الاستعادة الشرعية أكثر من ذلك يقول البعض إن هادي ذاته هو من يتعمد إفشال كل المؤسسات ليبقى هو الوحيد المتحكم بكل شيء منتصف سبتمبر الماضي وبعد فراغ دبلوماسي دام أشهرا عين محمد الحضرمي وزير للخارجية اليمنية ليصبح رابع وزير يتولى المنصب الأكثر تغييرا في المرحلة القادمة خلفا لخالد اليماني الذي لم يستمر أكثر من عام واحد يذكر اليماني وتستدعي الذاكرة تصاريحه الحماسية في مطلع تعيينه عن قطته لإجراء حركة تغيير شاملة في السلك الدبلوماسي واستبعاد من لا علاقة لهم بالعمل الدبلوماسي ممن تم تعيينهم وفقا للمحاصصات الحزبية والأسرية هذا الموضوع اختصاص خدمة مدنية ومالية الموضوع المتعلق بالسفارات اختصاص خارجية وزير خارجية ووزير خارجية لديه خطة لذلك وسندعمه بشكل كامل يعني هذه الأمور كلها الملفات بنابدأ نشوف إيش الإشكالية فيها لن نسمح بتضخمها بنابدأ نقلص ونضع حلول ما يعني أنه اصطدم بجبل جليد من النفوذ المتجذر والمدعوم الأمر الذي يتحول معه نفوذ الوزير المسؤول عن هذه المؤسسة السيادية شكليا ويجعل استقالته واردة في استقالته المرفوعة لرئيس الجمهورية قبل يومين لخص صفير اليمن في أسبانيا نبيل ميسري وهو المحسوب على الرئيس هادي معالم الفساد المالي والإداري المستشري في عمق المؤسسة الدبلوماسية استقالة الميسري تعد الأولى على مستوى السفراء إذ أن العادة أن لا ينصرف أي سفير إلا بإقالة أو بانتهاء فترته هذه الخطوة وفي هذا التوقيت تثير جملة من تساؤلات عن نفوذ المفسدين المغلين في مؤسسات الشرعية وعن سوء أداء البعثات الدبلوماسية التي تحولت إلى ما يشبه الإقطاعيات الخاصة مناطقية وشلالية يبقى السؤال الأكبر هو ذلك المتصل بمن يتحكم فعلا بحركة التعيينات في مؤسسات الشرعية ولمصلحة من تعمل هذه الشلال المسيطرة على مؤسسات الدولة اليمنية أهلا بكم مشاهدين وبضيفنا الكريم الأسد مصطفى النعمان مصطفى النعمان هو واحد من أهم الدبلوماسيين اليمنين عمل سفيرا لليمن في عدد من البلدان وعمل وكيلة لوزارة الخارجية لديه رؤيته الخاصة للكثير مما يدور في البلد يحل اليوم ضيفا في برنامج المساء اليمني فأهلا بكم وبك أستاذ مصطفى شكرا على استضافتك أهلا بك إذن أستاذ مصطفى لو بدأنا بالحديث عن ما يحدث في وزارة الخارجية وربما أبرز المواضيع التي حدثت استقالت السفير في أسبانيا نبيل ميسري هذه الاستقالة التي كانت احتجاجا على استشراء الفساد في السلك الدبلوماسي وهي تعد أول استقالة من سفير في عهد الرئيس هذه تقريبا كيف تقرأ هذه الاستقالة؟ أولا أنا أقول الأخ نبيل ميسري صديق لي وهو الذي لاحقني في السفارة في أسبانيا بعد أن ظلت شاغل أنا تركت في 2014 وهو راح في 2016 تقريبا والتقيت آخر مرة قبل حوالي شهرين وكان يشكو وهو طبعا شكو الأخ نبيل مش جديدة هو كان نائبا لوزيرة الخارجية والستقال لنفس الأسباب لأنه معروف أنه نائب وزيرة الخارجية بحكم اللوائح هو الشخص المسؤول الأول ماليا وإداريا عن البزارة يعني هو يعاون الوزير لكن في نفس الوقت هو المسؤول عن هذه الجوانب الأخ نبيل أنا عرفته أيضا قبل عندما كنت سفيرا في الهند كان هو قنصرا عاما في موبايل أشهد له بالنزاهة والكفاءة يعني هذه مسألة محسومة من هذا الجانب الشخصي لكن اسمح لي أني أنت ذكرت أنها استقال من منصب وكيل وزارة النائب وزير الخارجية ولكن الفرق ربما في هذه الاستقالة أنها علنية وظهر فيها العديد من النقاط التي قرأها الجميع لا لا صحيح يعني هو فاض به الكيل كما يقال أو هو كما عبر لي قبل فترة حتى قال لأنه ليس متمسكا بالمنصب قد يقول كثيرون أنه كان ستنتهي مهمته أو فترته في يونيو القادم كان يمكن أن ينتظر إلى يونيو والسلام مرتبته إلى ذلك تلك الفترة وتمر الأمور بالسلام لكن أنا الذي أقول أنه الذي واجهه الأخ نبيل هو ليس حكرا على السفارة في أسبانيا تحصل في سفارات كثيرة للأسف الشديد الوزارة لا تقوم بواجبها المهني لأن الخلافات التي تدور في السفارات يجب على الوزارة أن تعاليها فورا وأن تتخذ قرارات حاسمة المشكلة في الحالة اليمنية الحالية أن كل السفارات لا تستطيع الخارجية أن تتعامل معها بصفتها السلطة الأعلى عليها لماذا؟ لأن كل تعييناتهم كانت أو أغلبها على الأقل كانت تعيينات سياسية يعني مفروض أن التعيينات في وزارة الخارجية بحسب الدستور أن الرئيس الدولة له 10% فقط من عدد السفارات اليوم السفارات في الخارج ليس فيها 10% من التعيينات التي تمت كل تعيينات من خارج الإطار أو في أغلبها أيضا من المتقاعدين يعني أعادوا مجموعة كبيرة وتركوا مجموعة الشباب التي قد وصلت إلى دور وعندها الكفاءة أن تصبح في المواقع الأولى وآتوا بسفراء متقاعدين الخلل أنا قلته مرة أعتقد معك في مقابلة على التليفون الخلل الأساسي هو في مكتب رئاسة الجمهورية الذي يتدخل في عمل وزارة الخارجية بداية من التعيينات بداية من التمديدات بداية من هل فعلا كما يقول أن وزارة الخارجية هي الوزارة التي يعني ما زالت بيد الرئيس هذه من خلال هذه التعيينات ومن خلال تدخلات بكل تفصيلة صغيرة وكبيرة فيها هي أي وزارة الخارجية في العالم مفترض أنها تتبع مكتب رئاسة الجمهورية أو رئيسة الدولة مباشرة لكنه لا يتدخل فيها إدارية لا يتدخل فيها مالية لا يتدخل في التعيينات حتى على مستوى ملحقين يعني على مستوى السفراء ممكن لرئيس الدولة أن يتدخل أن يختار كفاءة معينة أن يراضي منطقة لحصل للأسف الشديد أن الرئاسة استحوذت على كل سلطات وزارة الخارجية وأصبحت هي التي تعين يعني من المعيب أن رئيسة الجمهورية ومكتب رئيسة الجمهورية ينشغل بتعيينات حتى على مستوى ملحق دملوماسي وملحق إداري هذه عيب معيبة في حقيقة يعني أن رئيسة الدولة ينشغل بهذه الصغائرة هذه مشكلة كبرى أنت سحبت كل نعم يعني كنا نتمنى أن يكون هذا الانشغال حقيقي وظاهر يعني الفساد المستشري في وزارة الخارجية يفترض إذا كان الرئيس يتدخل بكل هذه التفاصيل أن يكون على الأقل يعني يحل هذه الإشكالية ولكن ما حدث أن هناك من يقول أن خلافات الخارجية والصراعات التي بداخلها أصبحت يعني تخرج إلى العلن لم تعد في الدوائر المغلقة وربما الفساد الحاصل أصبح كبير على البعض ربما أولهم النبي المساري يعني لأنه لا أحد يعني مشى الخلل في وزارة الخارجية هو انعكاس للخلل الذي موجود في مكتب رئيسة الجمهورية يعني أنا أريد أن أعرف من هي دوائر مكتب رئيسة الجمهورية الآن من هي دائرة الشؤون الخارجية دائرة الدفاع كما كان في السابق من هم من الرؤساء هذه الدوائر هل يجتمعون يعني كيف مكتب رئيسة الجمهورية ليس له عنوان أنا إذا أردت أن أتصل بمكتب رئيسة الجمهورية لو لأنه أنا أعرف الأستاذ عبدالله العليم مباشرة أستطيع أن أتكلم معك أن أتكلم في المجمل أنا سألت أكثر من سفير في أكثر من سفارة عن تواصلهم مع الخارجية طبع الخارجية لما تستلم تقرير من سفير هي في الأصل يجب أن ترفعه إلى رئيسة الجمهورية لأنها هي مسؤولة مباشرة عن عمل وزارة الخارجية طبع لما يذهب إلى مكتب الرئيسة الجمهورية من الذي يتولى لدراسة هذا الملف أو هذا التقرير لا يوجد هو كله عبدالله العليم يعني مكتب رئيسة الجمهورية هو عبدالله العليم ليس هناك دوائر ليس هناك تخصصات ليس هناك مساعدين لا نعرف طيب مكتب رئيسة الجمهورية نفسه عنده نائب في نائب مدير مكتب رئيسة الجمهورية أقول لا أحمد العيسي طيب هل يجوز أن يكون نائب مدير مكتب رئيسة الجمهورية رجل أعمال يعني نقول أن الربكة كلها جاية من مكتب الرئاسة الذي لا يعلم حدود عمله ولا يعلم كيف يمارس هذه الصلاحيات التي بيده هو متحكم بالأمر المالي وبالتالي يتصور أنك طالما تحكمت بالمال أنت تستطيع أن تدير الأمور كلها نعم إذن ما حقيقة التعينات التي هي تعد من مناطق معينة تعينات مناطقية جهوية تدين بالولاء المطلق حتى أنت تتحدثت ربما أنه على مستوى الملاحق الملحق معين نجد أنه يتبع لمنطقة معينة ماذا الذي حاصل يعني أنا اليوم الواحد لا يريد أن يثير الموضوع بطريقة تبدو وكأنها مع منطقة ضد منطقة لكن كان في الأصل أن التعينات يجب أن تتم خارج النطاق المناطقي بالكفاءة بالأسبقية بالأحقية من داخل السلك الدموناسي وإذا لم يكن هناك العدد الكافي هناك تستطيع أن تسعين بشخصيات من خارج الجهاز لكن الذي حصل اليوم أن تشوفي مثلا في أوروبا من وزارة الخارج ليس إلا ثلاثة سفراء أو أربعة فقط وبقية من خارج أو متقاعدين طيب وأين الشباب الذي سوا أهلهم أصبحت كأنها يعني مكافأة نهاية الخدمة أنا قلت مرة أن الوزارة الخارج أصبحت مثل الاستحقاق اجتماعي روح بضلق قرشين والأسوأ من هذا كله أن أغلب هؤلاء الذين يخرجون إلى السفارات أول ما يصل إلى البلد يفكر بقضية طلب اللجوء يعني هو رايح يستلم مبلغ يجمع في قرشين تأمين وفي نفس الواقع هو أو أولاده فكيف ممكننا أن ما هو الأداء الدبلوماسي الذي أتوقعه هذا السؤال أصب أين أداء هذه السفارات أنت تتحدث عن سفارات في الدول الأوروبية لا يشغرها إلا أربعة أو ثلاثة وزراء سفراء حقيقين من داخل السلك الدبلوماسي إذن كيف يمكن أن نعتمد على هذه السفارات في مختلف البلدان ونحن في وضع حرب يعني بأشد ما نكون الحاجة إلى هذه السفارات لتعين البلد ولتنقل صورة ما يحدث هل اليمن لها سياسة خارجية اليوم؟ بهذا الوضع لا لا فيش ولهذا السفارات يعني ما هو الأداء الذي أتوقعه من سفارة ليس لدولتها الدولة التي تمثلها سياسة خارجية معروفة ما هي سياسة اليمن الخارجية؟ لماذا لا يوجد لديها سياسة خارجية؟ لأن الدولة كلها مرتبطة بشخصين الآن مرتبطة بعبدالربو منصور هادي وعبدالله العليمي يعني هذه هي الدولة اليمنية يعني كل ما يقال حتى رئيس الوزراء حتى نائب الرئيس ليس لهم أي دور فيما يرد تصريحات وفراغات في الصحف وسائل الإعلام لكن هل لهم دور حقيقي؟ هل نائب الرئيس يستلم تقارير وزارة الخارجية مثله ومثله؟ مكتب الرئاسة ومثل رئيس اليومهورية؟ أنا سألت نائب الرئيس لا أعلم كيف يقبلون بتمثيل مثل هذه الأدوان؟ هذا والله السؤال يطرح لهم هم الصعب لهم يعني بحكمة تكاكك بهم لا لا صعب أعتقد أنه غراء الموقع وامتيازاته ومواقع يعني في النهاية هو في الجانب السيء من التاريخ أي موقع يعني أنا على فكرة أنا لا أعتقد أن أحدا من الموجودين الآن في الدولة هذه مهتم بالإرث الذي سيتركه أو بكيف سيتذكره الناس بعد أن يترك الحو لا أحدا منهم هم كلهم يشغلوا أقولها للأسف الشديد كلهم يعملوا من أجل تأمين مصالح خاصة لهم يعني هذا الكارثة ولهذا السفارة هي انعكاس لكل ما يدار هنا أنا كل السفارات التي عملت فيها أنا عملت رئيس بعثة في خمس سفارات كانت أكثر بعثة عملت فيها كنا أربعة أشخاص في الوقت الطبيعي في الوقت الطبيعي وكان هناك عمال ونشاط وحركة الآن يوجد كثافة وضغط غراء يعني عندما يكون عندي ملحق عسكري أو ملحقين عسكريين في كل سفاراتي في أوروبا لماذا؟ ومساعدين لهم وملحقين طبيين في دول لا تمنح التأشيرات لليمنيين طب أنا أرسل ملحق صحي للسفارة السينة والسفارة الصاد وأنا أعلم أن هذه الدولة لن تمنح ولم تمنح في السابق تأشيرات دخول لليمنيين طب لماذا أرسلت هذا الملحق الصحي؟ نعم لو تحدثنا عن دور رئيس الحكومة ووزير الخارجية في الرقابة على هذه السفارات يعني تمام التعينة ليست من طرفهم لكن على الأقل ألا يتم الرقابة على ما يحدث؟ ألا يتم المتابعة؟ أخذ تقارير؟ للأسف أنه الكل تحول إلى موظف عند رئيسة اليومهورية وليس شريكا في الحق وليس أصحاب صلاحية يستطيعون أن يمارسونها كل شيء ممكن يتعطل في مكتب رئيسة اليومهورية يتوقف هناك ولا يستطيع لا رئيس الحكومة ولا حتى نائب رئيسة اليومهورية فما بالك بالسفير نفسه لا يستطيع بالوزير نفسه لا يستطيع أن يصنع شيئا يعني تسلسل الوظيفي غير موجود يعني التقارير نحن كنا نرسل تقاريرنا في السابق إلى الرئاسة الخارجية ترسل إلى مكتب الرئاسة تذهب إلى الوزارات المختصة الآن الوزارة أين هم؟ حتى لو أنا أردت أن أرسل تقرير إلى وزير أنا أين عنوان هذه الوزارة التي يعمل في هذا الوزير في غرفة في فندق في شقة في القاهرة وشقة في عمال فكيف استطيعنا أن أعاتب السفارة قبل أن يكون عندنا هيكل تنظيمي ألتزم به صار نعم إذن لو عملنا مقارنة بسيطة في الوقت الذي يقوم به الحوثيون بالتواصل مع جميع دول العالم المؤثرة خاصة في المشهد اليمني هناك لقاءات هناك بعثات متكررة نجد أن لا سفير يقوم بدوره الطبيعي طيب أنت عينت في هذا المكان على الأقل قم بقليل من الواجب الذي لا يفترض أن تكون من السلك الدبلوماسي حتى تفهمه ما أنا قلت لك أنه المشكلة أن أغلب التعيينات تتم كنوع من الجوائز الترضية أو روح وشغلك في هذا المكان ودبر أمورك طيب يشتغل يعني لا لا دبر أمورك ما حد طلب منه أصلا يعني من هي الجهة التي ستقيم عمل هذا السفير أو ذاك ما فيش يعني وزارة الخارجية في الرياض هي الوزير ووكيل مالي ووكيل سياسي وعشرة من الشباب بعد وزارة الخارجية اليمنية أيش الصلاحيات اللي عندهم كيف يستطيعون أن يقيموا عمل السفارات وحتى أنت إذا قيم طيب أنت تعلمي أن هناك أكثر من السفارة الشك فيها المواطنون الشك فيها الطلاب من أداء السفراء من نهب مخصصاتهم وفي قضايا ثابتة ماذا صنعت الوزارة لا تستطيع أن تصنع شيئا لأنه لا تستطيع أن تعاقب سفيرا ولا أن تستطيع أن تسحب ولا تستطيع أن تستدعي أبدا نعم إذن بعيدا عن أداء السفراء الذي وصبت بهذا السوء ولكن أين وزارة الخارجية أين دور الرئاسة في الذهاب للدول المؤثرة لم نجد ونحن نتابع أي بعثة مثلا تذهب إلى الدول المؤثرة صين روسيا الولايات المتحدة بريطانيا فرنسا أي تحرك من هذا القبيل يعني ربما مجرد أن يتغير وزير خارجية نقولها سيبدأ هذا بالتحرك لا نجد شيء أعتقد أن الأسفة الشديدة أن السياسة الخارجية اليمنية التي قلت في البداية أن لا نعلم ما هي يعني كل ما يتكلم مع أي مسؤول يمني سيقول المرجعيات والقرارة 22-16 هذا هو هذا هو هذا الكلام الخارجية اليمنية لا تستطيع أن تقدم فيه شيئا الذي يستطيع أن يحرك هذا الملاب أو يوقفه هو المملكة العربية السعودية هي التي تنشط في هذا الجانب هي التي تتحرك لتثبيت هذه الأمور حتى في بعض السفراء يذهب إلى ندوات يقدموا أو يلقوا كلمات لكن ليس هناك تأثير حقيقي لا في المجالس النواب لا في الكونغرس لا يوجد عمل حقيقي أصلا لا حراك لأنه ليس هناك أصلا إذا كانت أنا لن أحاسب ووظيفتي مضمونة وراتبي مضمونة آخر الشهر ولا أحد يراقبني ولا أحد حتى يعاتب أسترخي يعني ليس هناك ما يستدعي أن أنا أنشط هل يمكن أن نحيل هذا العجز هذا الشلل في المنظومة كاملة بدءا من الرئاسة والخارجية وما يتبعها من وزارات إلى التأثير السعودي على المجهد هل يمكن أن نقول بأن الحكومة وقراراتها والقرار السياسي مختطف من قبل السعودية ما أقدر يعني تسمية مختطف قد تكون فيها قسوة لكن أعتقد أن الحكومة اليمنية أو الممثل الشرعية اليمنيين استرخوا وتركوا الأمر على المملكة العربية السعودية وسفاراتها في الخارج لتنشط بالنيابة عنهم لكن أحد سينشط بالنيابة عنك بمعنى الكلمة حسينشط يتحدث عن دولته عن ما عليها وما لها لن يتحدث عن بلادك لأن ما قلت لك أن السياسة الخارجية اليمنية هل مرجعيات 22-16 هذه هي نفس ما تتحدث في السفارات لدول التحالف عنها أو تدافع عنها في المحافلة الدولية وبالتالي هي خففة العب عن السفارات اليمنية ارتاحوا هل هم أبعدوا أنفسهم أم أستبعدوا السفارات؟ خاصة ونحن نجد كثير من المواقف تتبنىها السعودية المواقف السياسية ولا يظهر دور اليمن ربما آخرها ما حدث من إعلان فتح مطار صنعة والإفراج عن نامية أسير لم نجد أي دور للحكومة أو حديث الذي كان يفترض هي من تقوم به أين هي الحكومة؟ ما هو السؤال؟ أين هي الحكومة؟ يعنينا نعرف في رئيس الحكومة في عدن أين يقيم رئيس الحكومة؟ أين الوزراء؟ أين وزير الداخلية؟ أين وزير الدفاع؟ أين وزير الخارجية؟ أين هم هؤلاء الوزراء؟ إذا كانت الحكومة نفسها لست موجودة على الأرض فكيف أنا أستطيع أن من لم يسمح لهم بالذهاب؟ هذا كان في السابق كان الحكومة كانت تبرر هذا بأن دولة الإمارات العربية تمنع الحكومة من العودة إلى الداخل طب الآن ليس هناك ما يمنع عودة الحكومة بعد اتفاق الرياض حدث الكثير من اللغات حول هذه المسألة وربما كان يفترض أن تعود الحكومة خلال أسبوعين ونعلم أنها امتدت الفترة خلال أسبوع طالت المدة إلى أسبوعين ولم يذهب إلا الرئيس الوزراء ومعه ستة تقريبا من الوزراء لم يسمح لي البقية بالذهب لماذا لا يقول الرئيس الوزراء هذا الكلام لماذا لا يقوله رئيس الجمهورية أيما لهذا اللي نقوله ولهذا أنا قلتهم خففوا عن نفسهم بالصمت أو بالخروج بتصريحات لا جوفة لا معنى لها لكن لم أسمع من مسؤول حكومي الرئيس الحكومة أفروض يفسر للناس ماذا يحدث ما هو رئيس الحكومة يطلع كل يوم اصدر توجيهات وتعليمات طيب يطلع يقول للناس ماذا يحدث لماذا تأخر الأمر ماذا صحة ما يقال بأن السفير السعودي هو الحاكم الفعلي البلد هو الذي يسمح بهذا التصريح أو لا يسمح لا بد أن السفير السعودي نعرف أنه هو تأثير مثل ما كان السفير المصري في حرب في اليمن تأثير إلى أي حد إلى حد أن يكون هو الحاكم الفعلي هو الفارق بين ما كان يحدث للسفير المصري أو ما كان يسمى قائد القوات العربية المصرية أن كان هناك رجالات في اليمن يستطيعون أن يواجهوا أن يقولوا له هذه بلدنا وهذا هو رأينا وهذا هو موقفنا اليوم الكل لسا كان يعني أنا لا أعرف أن هناك أحد يعترض أو أحد حتى يبدأ امتعاضا في هذا الاتجاه فأنا لا أعلم السفير السعودي أنا أعلم المسؤولين اليمنيين الذين تنازلوا عن أدوارهم وأبعدوا أنفسهم وأوناء بأنفسهم عن هذه المواقف التي مفروض أنهم يتحملوا مسؤوليتها أنا وزير يجب أن وأديت يمين دو السوريان وحافظة على سيادة البلاد وكرامتها ومصالحها ورعاة مصالح الشعب طيب ماذا صنعت من هذا اليمين يعني وقسموا أكثر من مرة ولهذا أنا لا أعلم السفير السعودي وجدت له الفرصة حكم وجدت له الفرصة يعني إذا كانت تنازلت الحكومة عن أدوارها في المقابل سيبرز دور السفير السعودي أكيد هذا شيء طبيعي طالما أن الحكومة بكل أعضاءها توارد وأصبح السفير السعودي وحده في الواقهة فهذا الشيء الطبيعي أنه يكون دوره أكثر حضورا في ذهن الناس أين دور المؤسسات؟ أي مؤسسات؟ البرلمان، المجلس الشورى، القوى السياسية والحليل أين هم كلهم؟ أين البرلمان؟ نعم أين هو دور؟ ما هو ذلك كلام؟ هي المسألة متشابكة يعني البرلمان يجتمع في سيئول وحتى هناك تشكيك في قصة النصاب وهذا الاتحاد البرلمان الدولي يتحدث عنها أنه ما كانشان النصاب لم يكن مكتملا طيب وانتهت الجلسة وقيل أنه ستجتمع بعد شهر في عدن ثم أقل في عيد الأضحى ثم أقل والآن بعد رأس السنة والآن أين؟ يعني حتى هؤلاء أعظم مجلس النواب كل همهم في نائة المطاف والأسف الشديد هو أن يسأني أن مخصصاتهم تأتيهم في نائة الشهر كاملتان هذا هو الهم الذي عندهم هل أصدرت هيئة رئاسة مجلس النواب؟ أي بيان حول ما يدور في تعز حول ما يدور في الحديد ولا شيء يعني ترى ولهذا نرجع للسفير السعودي طبعا لما تكون الساحة كلها فاضية هو بطبيعة الحال باعتباره قادة التحالف العربي سيكون الأكثر حضورا في المشهد بقية المؤسسات أي مؤسسات يعني أنا أنا أعرف الوزارة كلها وزير ونائب وزير ووكلاء ومدراء عموم أين مكاتبهم؟ أين يلتقون بوزيرهم؟ كلهم في المهجر يعني ليس هناك مؤسسة تعمل من داخل اليمن كل المؤسسة يعني حتى على فكرة ما يقال عن مكتب الرئاسة ومدير مكتب الرئاسة ورئيس الجمهور هو نفسه ينطبق على رئاسة الحكومة يعني أين هم رؤساء الدوائر المتخصصة في مجلس الوزراء؟ ما فيه هو فيه رئيس الوزراء ومدير مكتبه واثنين مستشعرين من زملائه وإعلاميه طيب اسمح لي سيد مصطفى يعني لو تسألنا بوضوح أكثر عن دور التحالف فيما يحدث يعني غياب أو تغييب المؤسسات الحكومية إلى هذا الحد منذ 2015 منذ تحرير عدن لم يسمح للحكومة بالعودة الفعلية ومارسة مهامها هناك أيضا يعني يعني ألا نلقي اللوم كاملا على الحكومة الشرعية هناك أيضا لوم التحالف يلام فيه يعني ألم تكن قادرة على إعادة الحكومة ويعني توفير الفرصة والوضع لها لتدهير البلد من عدن؟ واحدة أنا أتصور أن واحدة من أسوأ ما حدث في هذه الحرب أنها تمت بدون اتفاق مع الحكومة اليمنية بمعنى أنه لم لا أحد كان يعني التحالف لم يجلس مع الحكومة اليمنية على طاولة ليبحثوا مسؤوليات وواجبات كل طرف وحقوق كل طرف هو ما قال استضافوا الحكومة اليمنية الرئيس هذا يقول من هو من استدعى التحالف أيوة تمام ثم أيوة هو استدعاهم منام هل كان وترك لهم تشغيل ترك الأمر يعني أول ستة تأشير كلنا نعلم أن الحرب هذه قامت على أساس الناس تنتهي خلال شهور وقيل للحكومة اليمنية أنتم ابقوا في الفندق في الرياض إلى أن تنتهي هذه الحرب ثم تستعاد الدولة ويعود الرئيس لممارس صلاحياتها ونحن الأمر قد اقتربنا من العام الخامس الدولة اليمنية التي قال أن التحالف اختطفها هي نفسها التي تنازلت عن شرعيتها الوطنية وعن حقوقها الدستورية هي سلمتها التحالف لم ينتزعها هي التي سلمتها لأنها تكاسلت وتنازلت عن دورها إذن ما الفرق بين ما قام به الحوثي من سلبة الشرعية مكانها ودولتها وما قام به التحالف أيضا ولم يستعد الفرق في الحالة الثانية أن الحكومة هي التي تنازلت في الحالة الأولى انتزعت منها الحوثيون انتزعوا السلطة لكن في الحالة الثالية السلطة التي كان الناس كلهم يتحدثوا عن شرعيتها في نهاية الأمر كيف سلمت للتحالف وهي لا تملك هذه الشرعية هل اعترضت؟ هل اعترضت الرئيس؟ هل أنت قد سمعت يا وادي؟ أحد قد سمع الرئيس هادي علنا يقول هذا الكلام كان هناك اعتراض وصراع كبير داخل بين هادي والإمارات الجميع يتحدث لم يتحدث الرئيس لم يتحدث بشكل رسمي طبعا في الأواخر الفترة يعني كلها تسريبات كلها تسريبات عبر وزير طمعا لا وانهذا نقول عندما يتخلى الرئيس عن مسؤوليته الوطنية ولا يواجه الناس ولا يقول للناس ما الذي يحدث حقيقة ويوكل هذا الأمر للتسريبات عبر مواقع إعلامية أو عبر وزير هنا أو وزير هناك ثم يدفع هذا الوزير الثمن ثمن هذا الكلام الذي قال يعني كانوا مدفوعين من هذه الوزراء الذين تحدثوا كانوا مدفوعين من هذه الحديث هذا الذي أفترضه هنا أن هذا الوزير يعمل إذا كان هادي مش راضى عن تصريحاتهم ممكن يعزلهم يعني ما هي المشكلة أن يعزل قد عزل هادي وزراء وغير وزراء فلماذا لا يعاقب هؤلاء إن كانوا هؤلاء لا يتحدثون بإسمه ألم يتم معاقبة بن دغر بطريقة يعني كما إقالته أو حلال أيها الطب إذن ولماذا لم يعاقب الجبواني والميسري إذن هم يتحدثوا بما أما أنه يروق للرئيس هادي أو أن الرئيس هادي عاجز عن إبعادهم واحدة من الثنتين ممن عاجز عن هذا؟ من سيفرضهم؟ هو هادي بنفسه يعني هادي ليش ما يعزلهمش إذا كان هو غير مقتنع بما يقوله أنا رد أنه هم يقولون ما يريده هادي ما يريد هادي ولا يعبر عنه ولهذا نقول أنه ليس من المصلحة أن الرئيس يبقى غائبا عن المشهد ويوكل الأمر لتسريبات عبر مواقع لكن أستاذ مصطفى هناك من يرى في وجهة نظرك هذه أنها نظرة سودوية نوعا ما يعني لا أحد صالح في هذا المشهد السياسي وأنت تعلم والجميع يعلم أن هناك أطراف دوليين وأقليمين مؤسرين تماما في المشهد اليمني ربما أكثر من تأثير هادي والحكومة الشرعية يعني السودوية بمعنى أن إذا قلتنا ما أراه حقيقة أنا ممكن أزين الأمر وأقول أن الأمر جميل والأمور طيبة والناس بترتع لكن أنا أنا مش داخل حملة انتخابية من أجل أرض الناس أنا داع أنا أتكلم وأصرح وأكتب وأقول ما أراه قد يكون خطأ يعني أنا لا أقول أن أنا أمتلك الحقيقة لكن هذا ما أراه يعني لا أستطيع أن أكذب أنا وأقول أن الأمور طيبة وأن الرئيس هادي يمارس سلطاته وبينما كلنا نعلم أنه لا يفعل هذا هو يمارس السلطة الوحيدة التي يمارسها الرئيس هادي هي التعينات وتوزيع المال غير هذا ليس له أي سلطة داخل هذا البناء لكن ما هي الأدوات التي بيد هذه والحكومة الشرعية والتي من خلالها يمكن يعني إنقاذ ما يمكن إنقاذه هل يمكن لهم الذهاب إلى مجلس الأمن مثلا؟ لا مجلس الأمن هذه مسألة مستبعدة أولا لن يستطيعوا والذهاب إلى مجلس الأمن ليس بالبساطة التي يطرحها الناس أن يذهب إلى مجلس الأمن مقدم شكوى ما الذي؟ مسألة غاية في التعقل أولا الناس يجب أن تعرف أن يذهب إلى مجلس الأمن لا يمكن إلا أن يكون عضوا في مجلس الأمن إذا أرد أن يطرح أي قضية أو أن يطرحها الأمينة العام أو أن تتبنىها أحد الدول في مجلس الأمن أو يذهب للجمعية العامة وفي كل هذه الحالة أليست موضوع تحت البند السابع وهذا جزء من مسؤولية مجلس الأمن؟ مجلس الأمن يرى أن الأمور لا تحتاج إلى إثارة موضوع ثاني وهذا اللي يقوله هل مجلس الأمن مقتنع أن هناك مشكلة يجب أن يدارسها عندما كان يقال عن التدخلات الإماراتية في الجنوب أن اليمن ستذهب إلى مجلس الأمن يعني كلام فيه استثارة عواطف لأنه عمليا لا نستطيع وبالتالي ما كانت المسألة غير منطقية سياسيا نعم إذا كانت السعودية تقول بأنها حليفة للحكومة الشرعية لكن نجد أنها تذهب للحوار مع الحوثي بعيدا عن الشرعية فكيف يمكن تفسير ذلك؟ أنهم فرضوا نفسهم على الأرض الحوثيين بينما الحكومة الشرعية لم تستطع أن تعود إلى الثمانين أو خمسة وثمانين في المئة التي يعني هي تقول أنها استعدت خمسة وثمانين في المئة بالتعاون مع التحالف وتقول في نفس الوقت أنها ممنوعة من العودة بينما الحوثيين موجودين على الخمسة عشر في المئة الباقيين وهم الذين يستطيعوا أن دعني أسألك سؤال مباشر أليست ممنوعة من العودة خاصة في الفترة السابقة لنقول أنه بعد اتفاق الرياض لا ندري ما يعني الرئيس هادي لا يستطيع العودة إلى عدن الكثير من الوزراء عليهم خطوط حمر بألا يعودوا إلى عدن ويتحدث الانتقالي ربما في أكثر من حوار معنا بأنه لن يعود إلى من حكومة تسير الأعمال لصرف الرواتب فقط ولن نسمح لنتحدث عن اتفاق الرياضي يقولوا ذلك ما فهمتوها في نقطتين أولا قصة المنع وقصة أن الحكومة غير قادرة على العودة بمزرائها هذا اتفاق الرياضي هذا مكتوب موقع عليه بحضور الرئيس وقع هنا برئيس المزر هل تعلم أن كثير من قيادات الانتقالي غير معترفين بهذا الرياضي؟ أنا يهمني الوثيقة التي أمامي التي أتحقق يعني أو فسرة كما يريدون نحن نسألهم كيف سيندمج تندمج أحزمة الأمنية مع القوات الأمن يقولون بأنها لن من قال بأننا سنسلم نتحدث عن عودة الحكومة يقولون من قال بأننا أقول لك مباشر يعني كذا مثل ما يقولون على بلاطة أولا هذا اتفاق الرياضي أنا كتبت أنه أول اتفاق أعرف أنه تم التوقيع عليه بين طرفين لم يناقشاه ما يجلسوش على طاولة واحدة يعني أتى لهم من السعودين يعني واحد يروح إلى هذه الغرفة ثم يعود إلى هذا الاتفاق الذي وجد صح أو لا؟ طب الاتفاق الذي وجد هذا نفسه هو الذي وقعت عليه الحكومة وقبلت فيه أنها ستمنع من المشاركة في الحكومة القادمة ومن التواجد لكل من أججه وشارك في الأزمة الأخيرة طب هي وافقت فلماذا يعاتبنا المجلس الانتقال إذا كانت قبلت هذا إذا كانت الحكومة قبلت وتنازلت عن حقوقها الوطنية وعن حقوقها الدستورية ثم تريد أن تعاتب الطرف الآخر لماذا وقعت؟ نعم لكن في نهاية الأمر عاد عيدة روس وعاد عديد من قادة الانتقال وعاد معين ولكن لم تعد الحكومة بأكملها كما حدث هذا بحسب الاتفاق ووزراء أيضا وزير الداخلية كالميسري هذا الاتفاق الذي وقع في الرياضة الاتفاق قال أن رئيس الوزراء يعود لم يقل الحكومة وسمى رئيس الحكومة فقط لم يسمي الحكومة في الاتفاق فالاتفاق اليوم أن عاتب الانتقال الذي نجح في تمرير هذه الفقرة معاتب الحكومة التي تنازلت عن حقوقها هي المشكلة من البداية أن هذه السلطة الشرعية وأنا قلتها هنا في أكثر من اللقاء مع المحطة أن الشرعية ليست يافي طافي على بقالة فاضية ما فيها بضاعة الشرعية مسؤولية الشرعية أداء الشرعية واقبات أين هي؟ يعني الشرعية التي لا تستطيع أن تؤمن مرتبات موظفية اليوم السفارات التي يعاطبها الكل من عشرة أشهر لم يستنون مرتباتهم إذن يعني ربما قراءة المشهد الاتفاق الرياضة الذي مع الانتقالي وذهاب السعودية نحو آل حثين والاتفاق معهم ربما إبداع حسنوايا في العديد من النقاط هل يمكن القول بأن السعودية تريد الآن طي صفحة هذه وحكومته؟ هي تريد طي صفحة الحرب كيفما اتفق؟ بالحد الأدنى الذي يؤمن لها الحدود يعني الأهداف التي بدأت أو دخلت الحرب السعودية من أجلها هي كانت تأمين الحدود هي كانت النفوذ الإيراني هي كانت الأصلحة الثقيلة للأسف الشديد أن أي من هذه الثلاثة الأهداف لم يتحقق بل على الأكس ومع ذلك يتحدثون دوما بأنها حققت العديد من أهداف التحالف طبعا في الإعلام لا بد ما يقال هذا الإعلامة الدول لا بد يعني ليس هناك دولة ستعترف أنها لم تحقق بعد خمس سنوات على ماذا ترهن السعودية إذن؟ على أن رغبة الحوثيين الآن في إنهاء الحرب يعني الحوثيين أيضا أنهكوا يعني المسألة من الطرفين صارا منهكين ليس بس السعودية وأيضا الحوثيين الآن تأمين الحدود هي هذا أبرز ما تبحث عنه السعودية؟ طبعا ما هو ذلك أحد من أسباب الحرب كان هل ستأمل للحوثيين وتشعر بأنها مطمئنة لجانبهم الذين لم يعنيوا في أي اتفاق حتى الآن؟ ما يعني قد يكون في إذا كان في طرف ثالث يستطيع أن يكون هو الضمين الضامن لهذه الاتفاقات الحوثيين أنا أتصور أن الحوثيين في محصلة الأمر هم يريدوا أن يصبحوا أمرا واقعا يعترب به الإقليم والمجتمع الدولي هم على وشك أن يحصلوا على هذا الاعتراض إذن نستطيع القول بأن إيران استطاعت كسر شوكة السعودية بهذه الجولة وصلت إلى مرحلة أن يعني حققت نجاحك السياسة الإيرانية حققت نجاح بأقل التكاليف يعني أنا سألت قائد عسكري أمريكي قبل أيام عن الأثمان التي دفعتها إيران في اليمن فقال أنها بسيطة جدا مقابل ما حصلت عليه من مكاسب سياسية لم تستثمر كثيرا إيران في اليمن مقارنة بما تستثمر في سوريا في لبنان في العراق في اليمن قليل جدا ما استثمرت في الحوثيين لكن الناتج كان كبيرا جدا مقارنة به نعم لو عدنا إلى الداخل السيد مصطفى وعملنا نظرة عامة على الصراع الداخلي في اليمن القوى المشكلة خارطة الصراع الوحدة الخارجة عن الشرعية المسلحة الخارجة عن الشرعية كيف يمكن قراءته في الشمال أصبح الحوثيون هم القوى الشبه المسيطرة على الجزء الشمالي من اليمن المجلس الانتقالي برغم ما حشد له من مساعدات عسكرية ومن تمويل لا أتصور أنه يستطيع أن يمتد بنفوذي في مجمل الجنوب وخاصة في شبه ستظل المشاكل قائمة في حضر موت نفسية الناس وطبيعتهم لا تريد الدخول في هذه الصراعات المهر نفس القصة ستبقى المشكلة في عدن وأبيان والضالة التعز هي المشكلة الحقيقية التي تواجهها الجميع يعني تفتت القوى التي كانت تسمى في السابق المقاومة ضد الحوثيين أصبحت تقاوم بعضها أصبح القتال قتال داخلي داخل التعز الحوثيون موجودون على الأطراف يشاهدون هذا ما يدور وأعتقد أنهم هم الأسعد بما يفعله أبناء تعز من المتسبب بما حصل في تعز في الكل يعني التحالف يقينا كان له دور لأنه بدأ بالتعامل مع جماعات خارج إطار الجيش الوطني هذا مؤكد والسعانوا بهم الحكومة أيضا تكاسلت ثم تشكلت مصالح يعني مصالح لهذه الميليشيات يعني التي تحولت من كينات وطنية تابعة للجيش إلى ميليشيات ترهب الناس حوالة نهب سرقة اغتصاب اتاوات قطع طرقات يعني تحولت من من مقاومة كان الناس يؤملون أنها ستؤدي النتيجة التي توخوها وهي الإخراج الحوثيين وعودة الحياة الطبيعية إلى تعز إلى ما نشاهده اليوم من مشهد كيف تم ذلك أستاذ مصطفى يعني كيف تم عزل تعز من المشهد تماما تعز بامتدادها حتى المخى والبحر إلى مجرد كيلومترات يتم الصراع بداخلها أولا يجب أن نتذكر المكالمة الشهيرة التي سربها الحوثيون بين أحمد بن مبارك والرئيس هادي والتي تهكم فيها الرئيس هادي عن تعز طب الرئيس هادي نفسه قالها في نيويورك أمام الجالية اليمنية بما معنى أن نخليهم أظل في تعز تقاتل وهذا كلام مثبت يعني ليس كلام غير معروف لماذا هذه النظرة إلى تعز هذا هو السؤال الذي محير يعني هل يرى الرئيس هادي في تعز أنها منطقة تشكل له عائق أمام طموحات هل هي منطقة لا يكن لها الود يعني ربما هذه دائما كنا نتحدث أن الرئيس صالح كان من ينظر بهذه النظرة تجاه تعز هل انتقلت أيضا فوبيا تعز للرئيس هادي للأسف أنه في واحد من أقرب معاوني الرئيس هادي لما سألته عن نظرة الرئيس هادي للشخصيات اليمنية قال هي نفس النظرة التي كان يراها علي عبدالله صالح تجاه هذه الشخصيات يعني هو لم يكلف نفسه الانفتاع على الناس حتى يعرف الشخصيات مباشرة هو نقل انطباعات صالح وفر على نفسه الجهد وصارت تنعكس على كل قراراتي تجاه المناطق واتجاه الأشخاص ولهذا تعز نفسها ما حتى تحمس لها وانا قلت من أول يوم أن التعز لا يمكن لأي طرف على الإطلاق أن يسيطر عليها غير مسموح لقى أولا مركزها الجغرافي وانت قلت امتدادها في الساحل ثم امتدادها في اتجاه عدن ثم امتدادها في اتجاه يعني هي تشكل منطقة ثقل ثم ثقلها السكاني مش ثقل سكاني عددي لا تتكلم عن كفاءات عن أصحاب حراف عن تجار رجال أعمال سياسيين جنود مهنيين في كل مجال تعز تشكل خطر على أن تكون كتلة متماسكة على الجميع وللأسف أن أبناء تعز هم الذين أصبحوا أداة لتفتيتها من داخلها هذا اللي يحصل في تعز الميليشيات والشيء محزن وكلها من أجل المال يعني في نات المطاف فالكل يرفع شعارات وطنية لكن كلهم يعملون للأسف الشديد من أجل المال إذن لو سألتك أستاذ مصطفى ما هي خيارات الشرعية المتاحة في هذه المرحلة أن تعلن عن موقفها أولا تقول ماذا تريد لا يعني كل ما تسأل أنت الشرعية ما هو المطلوب وقل لك المرجعية الثلاث واثنين وعشرين ستعشر هذا يعني يكسر كلام الناس مع دهش يعني مضحك ماذا تريد الشرعية تقول لنا أولا هذا برنامي أما قصة أننا والله رئيس وزراء رايح إلى عدن كأمين صندوق إصرف مرتبات هذا أي وكيل وزارة يقدر يعملها لكن ما هي أهداف الشرعية النهائية ما هي رؤيتها ما فيش لو عكست السؤال ما هي خيارات الناس أمام أداء الشرعية بهذا الشكل أن يتجمعوا أن يعلنوا عن رأيهم على الأقل يعني طبعا صعب أننا نقول لك الآن يثور يثور صعب مش لأنه الثورة عمل غير 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 واجب الآن بالعكس أنا رأي أنها واجب كما كانت واجب في 2010 و2011 لكن للأسف المشهد المحلي صار مفتت لدرجة أنك لا تستطيع أن تجمع الناس على كلمة واحدة السفير مصدف النعمان شكرا جزيلا لك كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمنية شكرا لك شكرا لكم أيضا مشاهدنا الكرام لحسن متابعتكم إلى أن ألتقيكم في مساء اليمنين الجديد في الأسبوع المقبل كنوا برعاية الله وإنه شكرا لكم